الحتة دي مش هنقول بداية الدرس خلينا بلاش نقول الكلام اللي بي احبط ده مفيش مشكلة الحتة دي هي الحتة اللي بجد 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 اللي بيجي فيها اسئلة درس كلها حتة المهمة جدا اللي بحتاجك تركز معي فيها على قد ما تقدر تعال نشوف مع بعض يا جماعة يعني ايه كلمة روستنج روستنج او معناها روستنج المعنى اللي موجود عندك في الملزمة لكلمة روستنج تمام خد بالك حضرتك الكلام ده موجود عندك في بجد تيرتي فور تيرتي فور تركز معي قوي تيرتي فور و تيرتي فايف اهم صفحتنا عندك روستنج معناها ايه بص اللي عملتها لك ازاي هيتنج الايرنور اه قبل ما ابدأ هنا الهيتنج فتركز معي قوي بيقول لحضرتك ان احنا عندنا اربع انواع من ريكشنز وان تو ثري فور اربعة ايه هم حضرتك يا مستر حاجة اسمها دايركت ريكشن خدناها في البيزيكس ايه زائد بي على طول يدينا ايه بي في عندنا اسمها ثيرمال دي كومبوزيشن ريكشن ايه بي اهم هنعمل لهم هيت يدينا ايه لوحدها وبيه لوحدها في عندنا حاجة تالتة اسمها ايه يا مستر اسمها صابستيتيوشن ريكشن حاجة اسمها اكسيديشن ريكشن مش مش كلا اكسيديشن معروف صابستيوشن معناها تبديل فبصت كده بركز اللي بيحصل هنا ايه هيتنج يعني رقم واحد اكتب عندك ثيرمال رقم اتنين ايه اي حاجة فيها ايه يبقى فيها اوكسيديشن تبقى اوكسيديشن يبقى يا مستر روستنج هي هيتنج الارون اور فيها كام بروسس اتنين ثيرمال ديكومبوسيشن ووكسيديشن وعليها سؤال في الكويس ايه بطرح حبيبه ها عليها سؤال في الكويس بس حلوه قدي ايه بقولك اهو دي عليها سؤال واللي حلوه يبقى اترك عليها سؤال اهو وشوف منها يحلوه ماشي يا مستر حلوه قوي فهمت قصد حضرتك معنى كده ان الروستنج بروسس فيها حاجتين فيها اوكسيديشن وفيها ثيرمال دي كومبوسيشن كلام جميل طيب بركز معي بقى قوي عايزك بقى تعرف بقى من جواك اقولك روستنج تقولي بحول الاور لهيماتايت بحول الاور لي ايه هيماتايت روستنج بحول الاور لي يا جماعة هيماتايت وخد بالك ان الروست دي بتحصل بثلاثة ستيبس او في ثري ستيبس دي الروست بتحصل بيها طب تعالوا نشوف مع بعض نبدأ بالتانية تانية حاجة عندك في الملزمة بتاعتك في بيجي كام 35 مين دا يا عاضي مين دا يا دكتور مين دا يا باش مهندسة يا دكتورة ها تراف تقولي لي يا مستر مين دا برينس مين دا عبدالدايم يا مودي ها اف اي تو ثري وثلاثة مية هي قلتها انا من شوية ليموناتة ليمونايت حلوة اوي لو عملنا لليمونايت هيت دانامين هيماتايت ومية تلعت على شكل هوتر فيبر هو دا اصلا سالد وخد بالك خلبيك من فيزيكال استيت هنا اوي هجيلك برضا سؤال فيها في امتحان الشهر دي ما جاء في امتحان الشهر فيزيكال استيت تكون خلاص كده فهمت ورقت كده واستويت ابدأ بيحضرك انت حال شهر ايه؟ ضرب العالماء كمية كده يجتموا عشان يحلوا السئلة بتاعته باعلمك وباعفهمك يا بابا يا دكتور يا استاذ مالكش ادعوه بالطارك عادي انا اهم حاجة عندي ان انا افحده السئلة صعبة انفقه السئلة صعبة انا بستمتع بكده بالدرجة مش مهمة مش قصد الوضاع العظيم بس الفكرة كلها جماعة في ايه ان الاسئلة الصعبة دي هي اللي بتخليك فاهم المناع كويس والسئلة اللي بتغلط فيه هو السئلة اللي بتعلمه دايما بقول كده في كل الفيديوز بتاعدي ماشا يا مستر يبا احنا عندنا F2O3 و3H2O عملنا لها هيت يا دكتوري ادنا هيماتايت وووتر حلو جدا 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 خد بالك ريشيو بتاعت الاير هناك كان 40% بقت هنا 70 او 69.60% حلو جدا طب يلا قبل ما اسألك اي حاجة ممكن تقول لي اسم الرياكشن ده ايه يعني قاضي سهلة يا قاضي حلوة في مسلس يعني هيت مش مربع ربنا ها ده مسلس ده ترانجل ها يعني هيت يبقى ايه اذا يا مستر ثيرمال ديكموزيشن ثيرمال ايه ديكموزيشن طيب تعال بقى لو انت بقى جاوب معي الخمس اسئلة ده واحد يا ترى ده هل ترى نسبة الايرن في الاور قد ايه زادت ولا قلت ولا كونستانت تعال نشوف كان 40 بقى 69.6 يبقى زادت طيب كمية الايرن في الاور زادت ولا قلت ولا كونستانت ها يا مستر مركزه في الجابة دي ليه عندي هنا كم ايرن اربعة عندي هنا كم ايرن اربعة اربعة مركز معي باللي عليك اللي انا بقوله ده تفاصيل تفاصيل التفاصيل فضل الله عز وجل فضل الله مش تلاقي حد بيشرح التفاصيل دي صدقني واجرب ودور وبص ولف براحتك ومش تلاقي حد بيشرح لك بالتفاصيل دي وانا عارف انا بقولك ايه هو واثق قوي من الكلام اللي بقوله لك عشان تفهم وزي ما قلت من شوية في اول فيديو عشان تفهم كويس كاميستري وتحب الكاميستري ها لازم تفهم كل التفاصيل اللي فيها واسأل زمانك توعسين اللي فاتت اللي رحوا لفه ولما جم هنا فهموا يعني معنى كلمة تفهم كاميستري يعني ايه تفهم تفاصيل الحقجة او تعرف تفاصيل الحاجة تعرف اصل حاجة تعرف اصل الحاجة فهتعرف تذكرها كويس فهتحبها او متحبهاش براحتك يعني دي حاجة ترجع لك بس ها ما حاجة تكون فاهم كل حاجة جاية دي يبقى الايرن هنا كونستنت ما تغيرش طب الماس بتاعت القور الحتة دي يا جماعة حلوة قوي نسبة الماس بتاعت القور زادت ولا قلت كان فيها مية طلعت المية مش المية دي ليها ماس طب لما ما تبخرت اكيد الماس قلت جرب كده بعد ازنها حضرتك كده تحط كده برات شاية على البتجاز املاه مية على اخر تيل سيمه شوية زي ما انت بتسيمه دايما وتنسيه على طول او قعد تكون ناس يشاية على البتجازيات ها فكعت اللي انتو دلوقتي انا عارف ها ماشي المهم بعد شوية لما تحط على البتجاز ويتبخر مش بتلاقي الماس بتاعته قلت فهو هنا كان فيه مية اتبخرت قلت يتبقى ده يبقى ازن الماس بتاعت القور اكيد دي كريس طب المومنت بتاعته هو هنا الارن كان بكام وهناك بكام وركز معي قوي مستر هو اصلا اصلا يد يا بندق يد يد يا انس يد يا دكتور يا باش مهندس ها يا زياد باشا حبيبي حبيبي الناس حبيبي كلها حبيبي 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 كلكم والله العظيم كل الناس محترمة كلها دفعة جميلة ربنا يوفاكم ان شاء الله بازن الله ازاي يا مستر ازاي انا تستطيع تقول ازاي ايه او ربنا انسيت انا انسيت عادت افتكر في الناس كلها واحدة واحدة ركزوا معايدة هاتريتين هو يعني يا مستر مجنيتك مومنت مش ازاي خالص ها يعني ايه يا مستر مجنيتك مومنت ها تعرف تقول ايه يا مستر اعب عليك انا تلميزك اعب عليك يعني ده معنى كلمة مومنت عدد السناجل حلو قوي كلام جميل مجنيتك مومنت عدد السناجل طيب هو الايرن هنا بكام طيب بص وركز معايد ف اي فور اس تو وثري دي سيكس شيل منه تلاتة بقى ف اي بوست ثري فور اس زيرو وثري دي فايف ارسمها بعد اذنك قبل ما تتكلم وان تو ثري فور فايف ارسم ياد ثري دي ياد 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 انت ارسم دي حلو قوي منسيمش حاجة تانية ركز معايا وان تو ثري فور فايف ده عنده فايف طب ممكن بعد اذنك تقولي لي كم سنجل وان تو ثري فور فايف خمسة سنجل يبقى كم مومنت فايف طب ده ايرن كام تراي عنده خمسة سنجل يبقى المومنت فايف يبقى ايزا الماجنيتك مومنت متغيرتش كونستانت معايا دكاتريتي فهمتوني حصل له هيت ولا اوكسيديشن لا يا مستر حصل له هيت بس ما حصلوش اوكسيديشن طب بالنسبة دكاتريتي للماجنيتك مومنت اللي عندنا نفس اللي انا قلته مشرحته من شوية معلش استأذنكم دي مكتوبة عندكم رقم واحد عندك ركز معايا حضرتك قوي مين ده مين ده لي اسمين ايرن تراي ولا ضاي يا دكتور اقعد تقولي اقعد تقولي تراي تاني عشان مزعلش منك وهزعالك والله العظيم يا دكتور ركز معا انت كمان ايرن ضاي كربونيت عايز تعرف ليه ارجع الفيديو ولا حلو طيب اسمه التاني ايه اللي اللي ده عارفينه مش نسينه البت السدرة حلووي هسخنه يبقى هعمله ثيرمال يدينا يدينا وكاربون هاخد وحط عليه يدينا يدينا مين هيماطايت بهمتوني يا جماعة تونيش حلوة جدا يبقى ازا 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 يا دكترة ويا ستزا ويا بش مهانسين ها اتحول من سيدرايت لهيماطايت من سيدرايت لمين هيماطايت طب حلوة قوي وركز معايا بصوا معايا اللي بيحصل هنا هو كان طلع كاربون دايكسايد ثلاث جي حط هاف اكسجن يبقى الماس بتاعته في الاول قلت وبعد كده رجعت ايه زادت بس هل زادت قصدي قلت زي ما زادت ولا مين اللي اكتر لا يا مستر هي قلت اكتر طلع كاربون دايكسايد ولما جت ضاف ضفها في قدو وبناءا عليه حللي الخمسة دول وقف الفيديو حلهم ورجع كمل معايا ها رجعت تعالى لبقى تعالى اللي بقى هنا في ملعبي شوف نفسك حلتهم صحة ولا غلط وامانة كده بما يرضي الله ها وربنا شاهد عليك لو حلتهم صحة بتاع الاولاين لو حلتهم صحة ابعتلي حديك التين بوينت بتوعك على طول دلوقتي ما انا عايزة خلي المسابقة شغالة مع كلهم ماشي يا مستر نسبة الايرن قد ايه مستر نسبة الايرن اللي هي الايرن كانت 48 بقت 70 أو 96 يبقى زادت كمية الايرن كمية الايرن حصل فيها ايه ها مين يعرف يقول لي كمية الايرن حصل فيها ايه زادت ولا قلت ولا ايه يا جماعة كان هنا تنين وهنا تنين يبقى كونستنت ودايما كمية الايرن في الاور بتبقى كونستنت طب الماس بتاعت الاور انكريز ولا ديكريز الماس بتاعت الاوريا مستر هنا كان طلع كاربون دايكسايت وقلنا ديكريز قوي وانكريز حاجة بسيطة يبقى التوتل ديكريز المومنت يعرف نعمل شوية دا عنده ايرن داي ودا عنده ايرن داي ودا عنده ايرن داي بس دا عنده ايرن تراي فى الضاي ارسموا عنده فور سنجل حتى بصوا اهو فور اس 2 فور اس 0 وثري دي 6 وان تو ثري فور وان تو ثري فور فايف سيكس عنده كم سنجل اربع سنجل اربعة سنجل. طب الشيل واحدة هيبقى عنده خمسة سنجل. يبقى الماجنيتك مومنت اتحولت من اربعة لخمسة يبقى زادت. حصل له عشان ثيرمل. وحصل له عشان فيه اكسوجن داخل. تفاهمين قصدي? وسؤال حلو هنا جابلك الجراف بتاعه. قلت لك اعمل لي الجراف بتاعه يا دكتور. همسح دول كده همسح دول كده وركز معي قوي. كان بوستف تو في الاكسودي في الدي كومبوزيشن. ولما حصل له اكسوديشن زاد. وبقى بوستف ثانية. حبيبي الغالي رئيس قسم الكيميا. الكترون قلب المستر. هيا دكتوري. كده احنا خلصنا كم حاجة. خدنا على كل واحدة اكسامبل. وفي الاتنين طلعونا هيماتايت. تحنا ناخد اخر حاجة مع بعض. الاس اللي هو مين يا مستر؟ السالفر. يتفعل مع الاكسوديشن. لو انا عندي حتة ايرني كده. يا دكتوري. ركز معي بعد اذنك. حتة ايرني كده وفيها سالفر. وفيها مين كمان؟ وفيها فوسفرس. هعمل حاجة بسيطة. هجيب فليم اهو. فيه وحط فيه او هوت فليم. اولع فيها. لما اجي اولع فيها انا عندي هنا في الهوى اكسجن. فالاكسجن يتفعل مع السالفر اللي هنا ويدينا سالفر دايكسايد. الاكسجن اللي في الهوى اللي في الاير يتفعل مع الفوسفرس اللي هنا ويدينا بي تو او فايف. فوسفرس بنتا اوكسايد. فهمتوا قصدي؟ فهمتوا ازاي بشيل منها؟ سؤال كده جميل قوي وحلو قوي. مصدر الاكسجن هنا وهنا ايه؟ لسه ايلها من شوية. ارجع وشوف الفيديو وحل السؤال ده لوحدك. كده احنا خلصنا كلها. خلصنا كلها هنكلم دلوقتي. عن اخر حاجتين مش ياخدوا معك وقت كبير. هينجزوا تنيجزوا بسرعة قوي ان شاء الله بإذن الله. حاجة اسمها